البعض حاول في سنوات ماضية أن يختصر العلاقة بين مصر والجزائر في كرة القدم فقط ولكن ما يجمع البلدين والشعبين أكبر من ذلك تاريخيا وسياسيا وثقافيا أنت أشرت إلى إذاعة صوت العرب وإلى احتضان مقر الحكومة المؤقتة الحركة الفنية المصرية أيضا دعمت الحركة الرياضية دعمت الثورة الجزائرية فأنتم الآن بعد سنة ونصف هنا في الجزائر ربما تعودتم على الأجواء الجزائرية ويمكن القول بأن أمامكم عمل إضافي أيضا لتقريب الشعبين والدولتين هو بالفعل التقارب بين الشعبين نلمسه في كل المجالات تقريبا في مجالات الرياضة في الثقافة في الفنون أنا سعدت جدا أن نحن سفارة مصرية استقبلت أوركستر الكارية السينفوني شعرك في مرجان الموسيقى السينفونية في الجزائر قريبا أيضا سعيدنا جدا أن فيه دائما اهتمام ومتابعة للأعمال الدرامية المصرية لدى المواطن الجزائري تاريخيا كانت الكبار الشعراء المصريين نظموا قصائد شعر في حب الجزائر كثيرا أيضا هناك دائما أشير إلى الفيلم المصري جميلة بوحيرد ليوسف شهين تقريبا أثار ضجة إعلامية كبيرة وكان محاولة لتخليد هذا النضال القوي جدا جدا من جانب الشعب الجزائري ضد الاستعمار هناك أيضا بريم حافظ الذي يغنى لأرض الجزائر أرض الأحرار التاريخ الفني موصول ومتواصل في مجال الرياضة ساعدت جدا بمشاركة بعثة رياضية مصرية كبيرة في دورة ألعاب البحر المتوسط العام الماضي وأيضا مشاركتها ببعثة رياضية ملموسة في دورة ألعاب العربية الأولمبية هنا وكنت أشعر أنما كنت في الاستاد بدخول البعثة للرياضية المصرية بالحب والتجيئة من جانب الجمهور الجزائري كرة القدم نحن نظلها أنها جسر للتواصل بين الشعبين والحمد لله أنا في الجزائر استقبلت مؤخرا فريقين كرة القدم كبار في مصر الأهلي والزمالك وتمت اللقاءات في أجواء رياضية أخوية وإيجابية جدا 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 وكانت فرصة للشعبين أنهم يتجمعوا سويا ويشهدوا المباراة بحب وهذا ما نريده أن تكون الرياضة والفن والثقافة جسور للتواصل بين الشعبين تعزز وتربط وتحمل مزيد من التقارب بينهم ترجمة نانسي قنقر